وطني ما أجملك مثلني أشوفك تاني وبالأجل صباح نساحة كل وردة ومنبيري ويا مافي من الشارع بنتعلم يا نير ويا شجر قريب مني وكلها كانت أغنيات تغنيت بها واحدة من الشرقة السيدانية المتميزة لوضعها في بصمة من نور ومنسج كانت ولا زالت حاضرة رغم الغيابة رغم الفترة الزمنية طويلة التي اختفت فيها على الساحة الفنية إلى أنها ظلت حاضرة وموجودة في المساحة الفنية السودانية واحدة من أجمل الأغنيات التي كانت موجودة سلامات يا زول يا راية خلنا نرد ذات النظر أرحب بيخنا الكريم الموسيقى في شام كما العضو الموسيقى الفني لشرقة ساورة سلامات يا زول يا راية شبخاني أبن على المقدمة الموطيفة ومبسوط أنه يكون معكم عندهم في الصباح الشروط يا مرحبتين وحبابكم كنت ضجت خلينا نقول المساحات الفنية في الفترة الماضية بعودة فرقة ساورة من بعد غياب لسنوات طويلة استقدوا فيها الجمهور واستقدت فيها الساحة الفنية بصورة عامة من ميلادة يعني خلينا نقول لنا هي صرخة بداية جديدة لأن ميلاد جديد في ذات الأكتوبر ذات الشهر اللي اتولدت فيه فرقة ساورة من زوها كم وثلاثين سنة الآن هي تعاوج خلينا نتكلم عن ساورة ومشوارها بداياتها ومحطاتها والآن طيب هو حاجية المشوار كان طويل أنا بالنسبة لي أنا ما حضرته من بداياته وأنا دخلت ساورة سنة ستة وتسعين لكن هي ساورة بداياتها ابتدت من تسعين في واحد وتسعين أكتوبر واحد وتسعين كانت ظهورها الأول في مهرج الخرطوم الدولي للموسيقى ده كانت ظهورها الأول في مجموعة تساورة في أكتوبر واحد وتسعين ومنها انطلقت ومنها انطلقت كالعادة الفرقة الجماعية دي معلومة بيقيت المعلومة طعم فيه زمننا دي بيقيت أكتر شي مبذول لأي حد يعني ما في ذول بيقدر ما في حاجة بتتدسة وبالتالي المشاكل اللي بتواجه الفرقة الجماعية بتكتشفي إنها تقريباً هو فيروس واحد بصيد الفرقة الجماعية كلها اللي هي تساقطة العضوية منها فرغماً عن المسيرة الطويل ده مسير طويل تحت 30 سنة ده عمور بتاع إنسان الليلة ممكن يكون عامل أسرته بأسرته خاصة حياته بيقى فهو عمر طويل 30 سنة ده قبل ما نتكلم عن التساقط نتكلم عن الانتظام العقدة فريض يعني ثاورة كافية يعني خلينا نقول إنها هي بتنتخب أعضاء أو كاف إنه الناس الحبين ينضموا لثاورة كاف إنه بتقدروا تكون العضوية من خلال فرقة ثاورة هل في شروط محددة في أشياء يعني أنت هو وضع إنها كشروط للعضوية لثاورة؟ هو بالتأكيد في شروط وشروط صعبة هي للغاية يعني فيها فترة بتاعاته اختبار ثلاثة شهور أنت مفترض تثبت فيها أنه أنت مؤهل أن أنت تطلع المسرح مع ثاورة نعم على كل المستويات يعني يعني في ساورة حتى بنختبر العضو نفسه في أداءه في حياته المسائل كلها مربوطة ببعض يعني أنت هو تقدر تختاري شخص تدخل المجموعة لأنه هو مغني جيد أو لأنه عازف جيد فقط في كثير جدا من التفاصيل مفترض إنها أنت تكون متأكد إنه العضو ده أنت حتدخله أسرتك زيه كأنما أنت حتدخل عضو جديد في أسرتك بالتالي بتحسب كل التفاصيل الحوله بتخضع لفترة اختبار ثلاثة شهور بعد الثلاثة شهور لو بيقى في احتياج إنه هو ياخد ثاني ثلاثة شهور بياخد ثاني ثلاثة شهور دي كانت في البدايات لغاية فترة طويلة جدا يعني دي كانت الطريقة وده القروسس اللي هي يتيم اختيار انتخاب الأضو فيه لنفس التفرد ده يعني يمكن ثاورة هي تفردت بطابع مختلف بطابع موسيقي في ظل خلينا نقول إنه كان السائد هي بعض المواضيع أو بعض القوالب المحددة للفرق الغنائية كانت ثاورة هي متمردة عن الواقع القنائي السوداني بإنها هي أدت طابع جديد أدت قالب جديد في الفن فبرضو الاختلاف طال نوع الغنل هي بتقدمه هو بالتأكيد ثاورة قدمت شكل مختلف في الغنل كان مطروح في الساحة ثاورة الإضافة الاختلاف بتاعها كان في إضافة الآلات النحاسية مع الصوت البشري الآلات النحاسية هي في السودان موجودة في الفرقة العسكرية موجودة أستاذنا الكبير شرح حبيل أحمد موجود عنده الآلات النحاسية ثاورة اختلافة كان في استخدام علوم الموسيقى أو تنزيل علوم الموسيقى على موسيقى أغنياتنا اللي هو حاجة من الحاجات اللي بنفتقينا ذا في السودان الكلام ده لحد اليوم بالسماة التوزيع نعم وحنجي راجع له التوزيع الموسيقي والمارشالات وغيرها وممكن في حاجات كثيرة الموسيقى العسكرية خلينا نقول وغيرها من التفاصيل لكن بعد ما نمشي فاصل قصير وين بعض الأخبار وحنرجع ثاني نعاود الحديث عن جمال فرقة ثورة وما لها وما عليها فاصل قصير ونواصل هنرجع مرة تانية لضيخنا الموجود معنا الأستاذ الموسيقى هشام كمال المشرف الفني لفرقة ثورة والمغني أيضا برحبك مرة تانية أستاذ هشام شكرا شكرا مرحبا ممكن قبل ما نطلع للفاصل والأخبار كنا نتكلم عن التفرد اللي تميزت به ثورة تحديدا من خلال المزج الموسيقي والمزج ما بين الإقاعات المختلفة وكيف إنها تفردت بنونية موسيقية مختلفة جعلت منها خلينا نقول تمرد على كل السائب وكل الطابع اللي كان موجود وقتها وحتى الآن فكلمنا أكثر عن استخدام الموسيقى أو المرشارات خلينا نقول الموسيقى العسكرية أو غيرها اللي ارتبطت في أدهان الشعب السوداني بتفاصيل محدد عسكريا فقط الآن هي أصبحت من فرقة ثورة نمط موسيقى متفرد ومتميز هي بس المسابة المرشارة العسكرية دي بيجيب لنا كلام كتير هي ما بمرشارة رايحة إحنا استخدمنا الآلات هي ارتباطة عند الشعب فقط هي مربوطة للناس بالموسيقى العسكرية استخدام الآلات النحاسية الأذن ما معتاد عليهم إنه الآلة الموسيقية تغني مع الصوت البشري في وقت واحد ما كانت كده وده جزء من الصعوبات حتى واجهات تصاورة لغاية الليلة كتير جداً من الأسئلة بتجينا بتقول لنا الموسيقى بتاعتكم عالية هي الموسيقى ما عالية فقط هي الموسيقى هي لأنا مصاحبة مع الصوت البشري الآلات النحاسية متصاحبة مع الصوت البشري والمساعدة لتدريب فأنا بتهيليه جزء من دورنا في الدنيا دي إنه نقدم شيء يساعد الناس في إنهم يتذوقوا شيء مختلف من الساعد المويود لو فقط نجحنا في المساعدة دي بقى أنا أفتكر أنه بتكون الواحد أدى ما عليه في الدنيا بأنه يقدم شيء جديد ومختلف يعني ما في داعي لتكرار الساعد والمويود لأنه الممص اللي تعودوا عليه الناس أكيد الخروج عن المألوف هو في حد ذاته تميز وتفرد يعني وخرجتوا من المألوف برضو في حاجة تانية يا أستاذ هشام في إنه البنفسد كان هو اللون الساعد وممكن دي الحاجة اللي كانت لافتي جداً يعني اللون الحب خلينا نجول لون الحب ودشارة محبة من خلال فرقة ثورة دلالات اللون كانت عندكم عندنا تعني شنا هي دي من البداية أصلاً يعني من البداية كان اختيار اللون ودلالات اللون لهي المحبة الموسيقى والفنون عموماً بتلقيها بمختلف الأشكال هي هي بتحوم حول المحبة يعني ما في موسيقى بتحوم حول الكراهية بأي شكل من الأشكال ما في فنون بتحوم حول القيم السالبة بالنسبة للإنسان والإنسانية كلها المحبة المحبة لإنسان المحبة للوطن المحبة من يعني لكل ما هو متاح وموجود لك كإنسان المحبة بيعبر عنها اللون البنفسي نعم جميلة فما كان في خيارات كثيرة إنه نختار شعار لي ثاورة بخلاف اللون البنفسي يعني ثاورة مش بس تمردت في موسيقاها وتمردت في كلمات حتى في أشعارها ممكن ثاورة خرجت من الإطار الضيق خلينا نقوله خرجت حتى من النمطية اللي ارتبطت بالغرية السوداني لفضاءات وبرحات أرحب يعني كثير من الشعارة اللي اتغنوا لي ثاورة أو اللي يقدوا ثاورة أشعار يعني عقامة محجوب شريف عقامة أسهري محمد علي وغيرهم لكن خلينا نتكلم عن تجربة مميزة للثاورة بأنه هم كان شعراء عرب كمان يعني محمود درويش سميح سميح القاسم هم أرقام يعني قامات فتجربة الشعر العربي في فرقة ثاورة والله يا أخي هي المسألة مشك اتاخدت باعتبار أنه إحنا داريننا تناول لي شعراء عرب بقدر ما إنه القصيدة دائما القصيدة هل تفرض نفسها على الملحن يعني لو ملحن أنت كملحن أو كموضع موسيقي بتتناول أي قصيدة منطرف يعني أنت معناها بتقدم في حاجة هي حبة شوية كده يعني في قيمتها لكن يعني مثلاً أي أغنية وعندها قصة مثلاً وطني وطني ما أجملك ل محمود الرويش هي كانت عملها أصدنا لهذا اليومعة من المؤسسين في ساورة كان عملها في تخريج عمل درامي من كلية الموسيقى والدراما كان أفتكر إخراج سمية قسم لو مو تذكر يعني فالهادي عمل الأغنية للمسرحية وفي نهاية قال لي ما يجي بساورة وفعلاً يجي بساورة فالقصيدة هي اللي بتفرض وجودها ما مسألة إنه إحنا عايزين نشتغل له فلان الصدفة جات كده وشعرهم الجميل هو الفرض نفسه والأداء الأجمل هو اللي يوثق وعبق الأغنية وخلاها هي تكون متميزة ومتفردة بما إنك ذكرت يعني مناسبة قصيدة خلينا برضو نتكلم شوية عن من أجل صباح مما إننا في صباح من أجل صباح هي كاتبة شعر كبير سميح القاسم من أجل صباح لحن الهاديومعة الليلة تكلمنا مرتين بتصدف عن الهاديومعة يعني ولحنين كتار جدا لكن الهادي بحظوصه منحظه إنه يتكلمنا عنه عن أغنيتين عنه موسيعة موسيعة نسمع من أجل صباح نسمع ما بمل من سماعها إطلاقا خلينا نسمع منها وندعو كمان كل المتابعين ومشاهدين لأنهم يسمعوا معنا والتفاصيل اللي بتأخذنا بعيداً في أنحاء متفرقة وتتمدد بينها في مساحات مختلفة ويمكن يعني ثاورة ودتنا لحطات بعيدة مش فقط ويدانياً ومش بس في الشعور وفي الإحساس والتحليق عالياً بسعادة كمان مشت لأطراف متفرقة من السودان وتغنت للهامش وكانت من الفرقة اللي انتشرت ويمكن أدتنا كتير من غن الهامش والتراث تحديداً خلينا نتكلم في النقطة دي بانتفادة بينه كيف كانت ثاورة حاضرة من خلال المناطق المتمتدة في أطراف السودان وكيف كانت حاضرة في التراث السودان والله يا أخي ساورة فعلاً عالجت كثير من أغنيات التراث من مختلف مناطق السودان بنبتديها بالجنوب الزمان وبنتذكر ربيع عبد الماجد ربنا يرحمه ربيع اللحن إنداكوا من جنوب السودان اشتغلنا أمبادر عالجنا أغنيات موجودة أصلاً أمبادر، أمكحيل أسمرلونة من مختلف المناطق وده لها همية غلو التراث يعني ولغاية الليلة الناس كتيرين بيطلبوا أغنيات التراث لما بيتشكلوا عند وجداننا المخزون القاعد عندنا فده كان جزء من دور ثاورة وتعيد توزيع الأغنيات وتطرحها بشكل مختلف هل ساور ذاته كاسم؟ ساور هو شلال في جبل مرة يعني هو ذاته الاسم جاي من منطقة السودان شلال ساورة ده عبارة عن ثلاثة مساقط أكنوية فالثلاثة مساقط بتدي ثلاثة أصوات مختلفة لما تسمعيها بيبقى كأنما إنه هو في الموسيقى في الكورد أو المركب اللي هي ثلاثة أصوات مع بعض فانتي في شلال ساورة كأنك إنك بتسمعي مركب بتاع الموسيقى من ثلاثة أصوات في وقت واحد يعني فالتسمي هي فعلاً التسمي هي ذاته عميقة يعني جات من دلالات المكان المختلفة وبالتالي أدت السراع التنوع الغريب اللي احنا بنشهده ربيع عبد المادس والله يا أخي الربيع ده واحدة من المحطات الصعبة جدا في ثاورة ربيع فقد ناوى السنة الفادر توفى رباً يرحباً ربيع هو يعني في الثلاثين سنة دي ممكن نقول إنه في عشرين سنة ربيع عبد المادس شال ثاورة براه كل كان مسؤولاً عشرين سنة ما كلا وما ملا ولا زهي ناس كتيرين التعب تعب والزهي زهي والمشى احنا في ثاورة فقدنا بالاغتراب فوق السبعة وخمسين عضو دي بالاغتراب بالوفا فقدنا اتنين ربيع عبد الماجيث ومحمود الطاهر ربيع كان قريب ربيع عمل أغنيات كتيرة جداً لساورة موضع موسيقي وشاعر وملحن ومغني ومدير فني وحاجات ما بنعدة لو جينا نحسب ربيع يقدم شنو بدل إنه إحنا لغاية الليلة الربيع ما عارفين ما عارفين نجازيه كيف هنجيبه كيف هل نعمل تأبينه لما الناس ونغني وغنيات ربيعه لسا قاعدين نعمل عشان نستوعب إنه غيابه أصلاً يكفي إنه هو وضع بصمة ثاورة وثبت أقدامه يعني وخلى ثاورة هي قاعدة جماهيرية عظيمة خلينا نتوقف في النقطة تحديداً نقول إنه بعد كل الكبوات المختلفة المرات بها ثاورة وبعد كل الأصعاب اللي تستطعت إنها هي تجاوزة وبعد توقف كمان دام لفترة طويلة ممكن نقول إنه ثاورة هي محصنة ضد انفراط عقبها من جديد وإنها خلينا نقول يعني بعض نجومة تخبوا بعض الناس منها تمشي منا ولا لازالت حتى الآن هي قائمة لا هي حالياً عندنا عضوية أنا بسمي من دي العضوية ما الفور جي بسميها الفايف جي اللي هما يعني أنا دخلت تساورة سنة ستة وتسعين وعندي ناس شغالين معي يتولدون سنة ثمانية وتسعين دي الموجودين بيحبوا ساورة جداً مليانين حماس شديد جداً لإنه هم فعلاً يقدروا يقدموا اليساورة ما عندهم نشيطين جداً وهميمين ومهمومين بلهم بتاع انه هم عايزين يوصلوا لغميات بتاعة تساورة في تيار قوي جداً حتى من العضوية القدامة بتاعة تساورة بيقولوا لي نجيبوا غونة جديدة العضوية الجديدة من الشباب الصغار ديل الشباب الفايف جي ديل هم المصرين انه بقولوا لا نكمل الغونة القديم ونجهز كله ونقدمه للناس ونعمل الغونة الجديدة لانه هم بيفتكروا انه الغونة دا لسا ما أخد حقه الكافي في الانتشار خلينا نسأل من الغونة الجديدة ذاتية القادم في ساورة بعد هذا الغياب والشوغ واللهبة اللي انتظر بها الجماهير الساورة احنا اخر اغنية جديدة عملناها هي ل الأستاذ محمد طه القدال الغريبة احنا قدمناها في التأبين بتاع الأستاذ القدال في تأبينه قدمنا الأغنية اللي هي دي الأغنية اللي محمد طه القدال بينعي فيها وبيرثي فيها محمد الحسن سالم حمي فدي آخر أغنية عملناها نتوقع قادم في أغنيات كتير الجاهزة هي بس اللي نسألة ماشى شوية شوية فالكتير موجود الكتير موجود احنا نتمنى والله يعني انه ثاورة هي تعود كسابق عهدها وأجمل وأقوى وبذات الألق والجمال اللي خلد في ذاكرة الشعب السوداني نتمنى لأسرع بالبنفسك إنه هي تحلق من جديد في فضاءات الغراع السوداني بذات خلينا نقول الأصوات الصادحة شوكرا لك كتير أستاذ هشام كمان الموسيقار والمغني والمشرف الفني بثير قدسعون شوكرا يزيلا شكرا لك تسلم